المنطقة اللي حوالين العين دي بتبقى نعكاس للصحة الدخلية بتاعة الإنسان أو مراية للصحة الدخلية للإنسان زي الشعر تمام فعندنا منطقة اللي حوالين العين دي بتتكون من ثلاث حاجات أوعية دموية جلد يكون سن جداً أو رئيق جداً وطبقة خفيفة قوي من الدهون فعشان كده أكتر منطقة بيبان فيها أي حاجة أو أي إرهاق في الجسم أو أي تعب بيبدأ يبان أول حاجة في المنطقة دي مثلاً الناس اللي عندها أمراض في القلب أو الناس اللي عندها حتى احتقان في الجيوب الأنفية أو أي احتقان في الواجه ده بيديني اللون اللي هو اللون الأزرق اللي بيبقى تحت العين لو في عندي نقص في الدهون اللي تحت العين أو في تجويف يعني زي حفرة زي ما بنقول في حفرة تحت العين دايماً بتعملي شادو وفي لون غامق تحت العين في بردو اللون لو فيه pigmentation في السكن نفسه السكن نفسه في لون تسبغ في الجلد فده بيديني برضو اللون اللي هو الهالات السودة ده كله بيدي انعكاس للشخص اللي قدامك انه هو تعبان او مرهك او عنده مشكلة لو حد بيشوفه بدايما يعلق ويدي له كومنت انه هو انت تعبان انت مالك انت فيك ايه من زمان قوي من قام الفرعنة تحس ان دي الثقافة متورسة كانت الفرعنة عندهم اهتمام بالعين يرسموها كتير وحتى في السينما الأجنبية بالذات لانه للأسف السينما المصري ما اهتمتش بالفرعنة فيش افلام بتعمل تعمل في مصري عن الفرعنة يعني لما بيطلعوا الفرعنة اليزابي ستيلور زمان اهم حاجة عينها يعني ان هو يعرفك ان دي فرعونية رسمة العين صح كده؟ صح كده دكتور وطبعا منطقة العين دي عشان كده دايما بنقول ان احنا ناخد بنا منها من بدري يعني الوقاية في منطقة العين ده بتبقى محتاجة محافظة على الجلد او المنطقة دي من بدري مثلا الناشن ما يحصل مشاكل في المنطقة وابدأ عالج فدايما اليومين دول في عندي حاجة منتشرة قوي اللي هو استخدام اللابتوب بالفترات طويلة او الموبايلات للفترات طويلة فالبلو لايت ده بقى دلوقتي بيتدمر او بيقصر بيعمل حاجة اسمها فوتو ايتجينج للجلد اللي حوالين العين اكتر من الشمس او زي الشمس فدلوقتي انا لازم احمي الجلد ده سواء انا قاعدة في البيت تحت تأثير موبايلات أو كل الأولاد دلوقتي أو البنات مسكة الموبايل أكتر من 5-6 ساعات في اليوم وفترة ومسافة قريبة فلازم هنحط سونسكرين حوالينا العين أو الفيس كله عشان نحمي وشنا كل ساعتين من البلو لايت في برضو استخدامات الميكب المتكررة أو الميكب اللي هو العادي المتداول اللي هو فيه مادة الرصاص مادة الرصاص دي دايما بتعملي تصبغات حتى لو أنا شلتها بالميكب رموفر مع تكرار الاستعمال بتعملي تصبغات في الجلد اللي حوالينا العين فبنصح طبعا بالميديكال ميكب اللي هو خالي من مادة الرصاص ده لإني فيه بنات ما بتقدرش تستغنى عن الميكب خالي من الرصاص يعني ده معناه أن احنا دلوقتي في صيحة مهمة جدا أول مرة نتكلم عليها أعتقد أن فيه ناس كتير ما تعرفهاش هي المكياج الطبي المكياج الطبي المكياج الطبي دي كلمة يعني ما كنتش أعتقد أنه الكلمتين يجوا مع بعض مكياج وطبي لا دلوقتي أنت بتقول أنه بقى موجود احكيلي بقى عاما لا المكياج الطبي ده حاجة لسه جديدة كده ولسه عايزين أعرف الناس بيها لأن طبعا دلوقتي بقى المكياج ده أساسي يعني البنات التينيجر دلوقتي بقى بيحطوا مكياج فلازم أخد بالي المكياج ده بتكون من إيه فيه كانت زمان اللي حاجات المواد المضرة في المكياج إيه كانت المعادن التقيلة أو الرصاص أو الكربون هي دي اللي بتضر البشرة خصوصا لو بتحطها كل يوم وبتتعرض للشمس دي كانت موجودة في مكونات المكياج القديم آه اللي هو الأساسي اللي هو الموجود في كل حتة حتى البرندات آآ آآ برضو الميكاب لما تشموا تحس إنه ريحته برفان أو ريحته حلوة البرفمس دي بتعمل إرتيشن للجلد خصوصا بتعمل استثارة للجلد أسانا ما ترجم بس عشان الناس إيه تفهم آآ يعني إيه استثارة للجلد؟ يعني تحسس أيوة إيه مع واحدة تحطي مكياج حتى لو ريحته حلوة الرايح الحلوة دي حضرتك بتقولي تبعد عنه بتعمل بتعمل تحسس تحسس للجلد حساسية خصوصا مع الشمس أو مع الفترات الطويلة في الاستخدام مهم فبرضو دلوقتي الميكاب الطبي ما بيحميش هو ما بيقاش فيه سان بلوك أو سان سكرين بيحميني من الإضاءة أو من إشاعات الشمس أو كده لأ فكل ده هم تفادوا في الميكاب الطبي اللي أنا مضطر لو أنا مضطر أستخدم مكياج يعني أستخدمه في أضيق الحدود طبعا لو هتعرض للشمس برضو حاجة بسيطة بس الميكاب الطبي دلوقتي بيقى فيه حاجة اسمها جلو فاكتور الجلو فاكتور دي بتبقى عبارة عن مكونة من ثلاث حاجات زي حاجة اسمها مورينجا أويل بتبقى زي أنتي أكسيدانت كده وفي فيتاميني بيرطب طول ما هو موجود بيرطب لي المكان بيبقى برضو فيه سانسكينين هو بيعمل ديفينس وهو عبارة عن جوت يعني هو فيه أساساً واقع شمس داخلي أوه وممكن نحط السانسكينين تحته زي برايمر كده فده بيبقى أفضل كتير فيه حاجات بتعالج يعني فيه بتعالج الشفاف بتعالج الجلد في حاجات فيه أنتي أجينج فطول ما هي بتستخدمه طول ما هو بيشغل بيعالج في البشرتها باش بيدر بشرتها يعني هو أساساً مكياج وفي نفس الوقت كمان مكونات كتيرة معالجة أيوة تمام ده اللي أنا فهمته يعني اه اه فده أنا حابة أن الناس تبدأ تستخدمه بدل ما البشرة تنضر ونبدأ نعالجها أو نتدخل في علاج للبشرة اهه انت قلت لي إيه اللي حوالي العين بيأثر على أو بيحسن حالة العين انت قلت لي حاجة دلوقتي؟ في حاجة من بينك اسمها ديفينس اي ديفينس اي ديفينس اي ديفينس اي دي بتشتغل على الثلاث مشاكل اللي بتبقى حوالين العين لقى إما في بوفنس الانتفاخات حوالين العين في رينكز بوفنس اللي هو انتفاخ انتفاخ حوالين العين يعني بيمكن ده ديفينس ده ديفينس اي ديفينس اي ديفينس اي سنة بس عشان دي عجبني أول اسمي يعني حامي العين أيو حامي العين الله حلو الاسم ده بيشتغل